راح تكون يبدأ الغيم يزيد الليلة في احتمالات ترى مطار الليلة بس خفيفة تكون في جنوب الكويت جنوب غرب الكويت رشات يعني من الأمطار إن شاء الله مع رياح قوية نشطة راح تبدأ من بعد العصر خلال الليل فترتفع الأموات فالبحر راح يكون شوية معتدل يعلو خلال الليلة يستمر نفس الشي باتشر دف راح يكون أول اليوم تقريباً يوم بتخنقل 23 درجة ميوية توصل باتشر نفس الشي 23-24 بالمدينة الكويت والمناطق البريل هو شوية نشط في احتمالات الرؤية الفقية تنخفض يوم السبت الصبح زين ولكن تدري التغيرها التحول السريع ما يخلي حتى الإنسان لأن موج الكويت مستمر الأبرد أسبوع القادم يعني يوم الأحد يقول حق الأخوان كذلك اللي ما أخذين عيالهم لمدارس لبسوهم عدل يعني بالعكس نقول دائماً مثل ما قلنا الوقاية خير من الإلاج الموجة هذه مثل ما قلنا موجة من الموجات الباردة الأقوى اللي راح تتأثر علينا وهواها نشط راح يكون فيه منتصة في الأسبوع يوم الأثنين يوم الثلاثة راح تكون الأبرد يوم الأربعة الخميس تبدأ مرة ثانية الحرارة شوي شوي ترتفع تعود إلى ما احنا عليه الآن وحتى الأسبوع المقبل إن شاء الله يجمعنا ونتكلم عن نهوضة الثالثة